قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله بس قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يا إله إلا الله يا أخوة يا لها من آية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو طلع اللي في قلبك أو ما طلع لذلك عندما تتعامل مع الله انتبه أن تتعامل معه وأنت تظن أنك تخدعه لا لا لأن الله عز وجل يعلم ما في خاطرك والعباد عندما يأتون يوم القيامة يقفون عند بين يدي الله الملائكة تسجل الأعمال الظاهرة ما تدري عن النوايا فما الذي يحدث يخذى الأقوام كانت الملائكة تظن أنهم من أصلح الناس لذلك منهم أول من يدخلون للنار يا إخوة أول من تسعر بهم جهنم قال قارئ القرآن سبحان الله قارئ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقارئ القرآن المخلص أنه يقال له اقرأ ورقى يعني ارقى في الجنة ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها هذا متى؟ إذا صدق مع الله لكن إذا كان ما صدق من اللي يدري يشل في قلب هذا القارئ إلا الله عز وجل يؤتى به يوم القيامة فيذهب به جهنم لماذا؟ يسأله الله لماذا قرأت القرآن يقول يا ربي قرأته وتعلمته وعلمت فيقول الله كذبت إنما قرأت ليقال قارئ لذلك يبدحونك الناس يقولون هذا الصوت الجميل نيتك مشروكة ثم بعد ذلك يحبط يقول وقد قيل ما دحوك الناس خلنا الناس تنفعك يا الله يا أخي أنا أغنى الشركاء يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش تركته وشركه انتبه منه الثاني قال المجاهد في سبيل الله الذي ذهب يقاتل وقتل لكنه يذهب به إلى جهنم من رأيكم سجل أن هذا مجاهد وأن هذا قاتل ومع ذلك يذهب به إلى النار فلما يبدأ الحوار بين الله وبين هذا العبد يسأله الله فيما قاتلت قال قاتلت في سبيلك قال كذبت إنما قاتلت ليقال شجع عشان يمدحونك الناس وقد مدحوك يلا رح خل الناس تنفعك بينما لو كان صادقا الشهيد من أعظم المنازل عند الله يمر طيام والخصالة التي يعطاها كثيرة عندما يكون صادق إذن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء الثالث منه؟ قال الذي ينفق ماله الصدق المتصدق يؤتى به فيرمى في النار عندما يكون المتصدق صادق ومخلص لله ما الذي يحدث له؟ يقبل الله تعالى صدقته بيمينه فينميها حتى يظله في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله هذا متى؟ عندما يصدق لكن إذا النية مشروكة وفيها ما فيها يسأله الله فيما تصدقت؟ ليس تصدقت؟ فيقول يا رب تصدقت وأنفقت لأن الناس فيقول له الله كذبت إنما تصدقت ليقال كريم أو المحسن الكبير أو الرجل الذي ليس له مثيل في صدقته إذن يا إخوة الإخلاص أمر خطير ومن لطف الله أنه يعلم سبحانه وتعالى خفايا الأمور خفايا الأمور أيضا يا إخوة مثل ما أنه الإنسان يكون عليه أيضا له فالعكس الشخص المظلوم مثلا قد يقف إنثنين أم في المحكمة أمام القاضي قاضي الدنيا طبعا فعندما يقفون أمام قاضي الدنيا قاضي الدنيا يحكم بالظاهر هذا جاب شهود زور جاب سكوك مزورة جاب كذب خدع أخذ حقه بالمكر والحيلة خلاص هو انتصر الآن صحيح إذا جاء يوم القيامة تنصب محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وشهودها يوم تشهد عليهم إيش ألسنتهم أيديهم أرجلهم بل حتى الجلود تشهد والأرض تشهد والملك يشهد كل هؤلاء شهود ينطقهم الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والقاضي هو الله جل جل لا فيه لا ظلم ولا رشوة ولا خداع ولا كذب ولذلك حتى هذا الإنسان الذي أخذ حقه لا يخاف الله لطيف يحفظ حقه يوم القيامة ولا يضيعه فإلى كل مظلوم لا تخف لا تخف الله موجود الله مطلع ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فيا من ظلم لا تخف ربك موجود فلتأملوا معي هذه الآيات يا إخوة يومئذ يتبعون الداعي لاعي وجله متى هذا؟ هذا يوم القيامة يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لاعي وجله الله يا أخوان تخيلوا المشهد الجبال نسفت الأرض بُدِّلت الخلائق حُشرت وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من ينديهم تعالوا من هنا تعالوا من هنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيث الذي يعلم خفايا الأمور وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة يومئذ يتبعون يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم يا أخوان ما أضعف الإنسان يضعف في ذاك الموقف لكن يشكر الله بعدها قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اللي يجي ذك اليوم وقد ظلم ظلم زوجه ظلم عامل ظلم خادمة في المنزل ظلم إنسان في تعامله أخذ حق ضعيف ظلم يتيم ينتبه لنفسه لازم ننتبه لنفسه لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشات الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا تنطح التي قرأتها في الدنيا لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف أي الذي يعلم خفايا الأمور فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله فالله عز وجل عليم بكل شيء ألا يعلم من خلق؟ وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير قال الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته هذا المعنى الأول المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف بهدوء بدون ما يشعروا حين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من ثمانين نبضة في الدقيقة هل أنت اللي تتصر فيه؟ ما تتصر من قاعد يتبر لك هذا القلب؟ الله لكي تعيس مرتاحة هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به؟ إلا الله هذا اللطف هذا تدبير الله عز وجل عينك هذا اللي تشوف فيها وأذنك ولسانك وجوارحك كليتك هذا اللي قاعد تغسل دمك كل يوم هذا كله من لطف الله يدبر الله عز وجل حياتك ومع اللطف خبرة والتدبير هذا عجيب في حياتنا وإذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبير الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجب مثال موسى عليه الصلاة والسلام شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه غلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى مصيبة صحيح لله أنه من يسكت البزر؟ والحرس يدورون مجرد ما يسمعون في طفل يأتون يفتشون إن كانه ولد قتلوه إن كانه ابن تخلوه فلما ولدت خافت على ابنها فيوحي ربنا عز وجل إليها أنك لا تخافين عن أبنك إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين لا تخافين ابنك هذا لن يموت الآن أصبح عندها ثقة بالله إيش اللي حصل الآن نجي للتدبير نجي للتدبير في شيء ظاهر أمام الأم أنه قدامها ولدها يبكي أين التدبير؟ هناك في بيت فرعون يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجي بالأولاد فتتمنى الولد شكرا التدبير من هناك بعيد التدبير ما هو أمام عينك ثم بعد ذلك يوح الله لهذه الأم أنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه وإذا خفت عليها ألقيه في اليم فتبدأ ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شي جاهز أطلق الله الحبل فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم إن كادت لتبدي به أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها بالله تخيل يعني يخاف على ولدها عندها صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس أول شيء ألقيت عليك محبة مني من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدفير الله هذا اللطف فمجرد ما أن يرونه يحبونه ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجر على ذلك أيضا من الذي انتصر؟ الله جل جل ولذلك النشأ في قصره وهو قاعد ينبح الأولاد هناك في بيوتهم وهو ما يدري أن الذي سيقتله هو بين يديه جارس ربي هذا هو اللطف تدوير الله عز وجل مثال ثاني يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر يعني ملك لمصر لكن يوسف يعيش في البادية في الشام وين وين مصر ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو يعقوب أبناء كلهم في البدو فكيف يعطي بهذا ليوصله إلى الملك لابد فيه تسلسل بعض الأحداث أول أمر يوحي فيه اللعزة أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤية فيقصها على أبيه فيفهم الأب من هذه الرؤية أن ابنه لن يموت لن يموت قريبا فيطبع إن الأب إن ابنه حي ما رح يموت عشان إيش؟ عشان يلتاه إني أرى يعني يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدي هذه الرؤية مترآها يوسفه طفل همس بها بإذن أبيه الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب أخذ الولد طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر لأن في قافلة ستأتي بعد شوي القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد ما رأيكم له أن يوسف استمر بين قومه شاب جميل معها البدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر وعاش في مكانه هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ نحس لكن هذا تدبير الله يؤخذ يرمى في البير يؤخذ يباع كما يباع العبيد ثم يكبر ثم يبتلى في دينه ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن ربي السجن أحب إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فيسجن طيب الآن هو في السجن كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤية فلا يفسرها إلا يوسف فالرؤية في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب والرؤية في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر من يلي تصرف بالرؤية؟ الله سبحانه وتعالى هذا هو التدبيل يعني أنت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها يمهد فيها حياتك في رزقك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشعر تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشترأت لك بضاعة هذه البضاعة اللي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا؟ وحماها في السفن التي حملتها ثم مرت على من دولة إلى دولة ثم مرت على الجمارك ثم مرت حتى وصلت إلى التجار وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيحها وتشتيحها أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها طيب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير مصري خلونا نعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي وقلت هذا اللي صار معاقل هذا شاب كان دائما يخدم المعاقين يحب يختمه كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا وحريص جدا على المعاقين دخل عليه في يوم الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة ادعي لي فأنا الآن رايح بس أودع أهلي هو من أهل جيزان قال أودع أهلي أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل عملية لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة ادعي لي يا شيخ تسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك ما هو بحينا لنحفظه شوفي شيء صار لهذا الشاب ركب سيارته كان شريحة جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزان ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن ستة أشخاص هو ما الذي حدث له طلعت حديدة فضربته مع رقبته محل الورمة ضربته ودخل في غيبوبة استمر في الغيبوبة سنة كاملة فقد السمع فقد البصر فقد النطق أصبح مشلول وهو سنة كاملة في غيبوبته بعد سنة رجع له السمع بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله شوي رجعت له الذاكرة كان فقد الذاكرة رجعت له الذاكرة بدأ يبصر لكنه مشلول أصيب بنزيف حاد جدا بدأ الدم يصب منه صبا فكان هذا النزيف سبب سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاءه سبحان الله ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي عنده نوع من لعاقة لكنه يمشي ما الذي حدث الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورمة الذي كان موجود في الرقب وشفاه الله ودبر الله حياته والآن هو طيب ولا فيه ملاه من دبر هذا هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث فعالجه الحادث هذا هو تدبير الله هذا لطف الله إخوان يقصوا علينا أحد الإخوة قصة عجيبة كان فيه عمارة فيها منور تعرفون منور وكان دائما المطر يأتي وفيه تصريف جيد في هذا المنور يوم من الأيام أغلق هذا المنور تسكر ونزل مطر غزير فبدأت المواية ترتفع 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 وتخبرون المناور غالب أن يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخر فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة مربوطة ربط فقالوا هذه من طبيعية أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد لما نظر لها قال هذا سحر واضح أنه سحر ذهبوا به لمن يفكوا قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع من هو المسحور قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني فيدبر الله عز وجل البطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور محدر عنه حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل إذن يا إخواني ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا فنثق بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت فما المطلوب منك إذن خلاصة ما مضى المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله فهو لا تخفى عليه الخواف هذا واحد اثنين دائما ارفعي ذيك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري دبر حياتي اللهم ألقي علي محبة منك اللهم أصنعني على عينك اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لا تجد العجب العجاب في حياتك في رزقك في صحتك في كل أمور حياتك بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائما وتصلح ما بينك وبينه لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجا هذه قاعدة تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان بس اتق الله راقب الله أصلح ما بينك وبين الله واطلب الله حسن التدبير وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده أسأل الله تعالى يا إخواني أن ينفعنا بما سمعنا ونجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا ونعيننا على طاعة ومرضاته صلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وإلى لقاء قادم في درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر